بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم مع نفسي وجديد مشيوة أم شمس كانت منها دائما تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله هادي تشوفوا معي مخيم رات معمرين بطريقة غزالة وسريعة ونتيجة روعة كي يجيو خفاف خوين من الداخل حشوة اللي بسيطة واقتصادية كذلك وهذا هو وقتهم يعني فاش كي يجو كي يكون جوها كبارد فكنحتاجوش حاجة اللي كدفي فما تبخلوش عليها بتجاعتكم شو مباشرة نشوفوا المقادر وطريقة تحضير فأول حاجة غنعمل معكم هي الحشو هنا خديت هكا مقيلة عملنا فيها البصلة الشلدة بحالة الشكل أنا هنا عملت البصلة الخدارية ليدابن الموسم ديالها هدي يعني بدك يبرد الحل أو لبرد الحل فقطعتها هكا لشكل أو لشلدة يعني لشكل مربعة كنضيف علها شوية ديال زيت زيتون مخلطة مع زيت نباتي وشوية الملح وكان نشحرها جيدا حتى كالدبال كي ما غتلاحظو معايا يعني كان بقى نحرك فيها على عفية تتكون شوية مجهدة حتى كالدبال هنا مباشرة كنضيف عليها اللي متوفر عندك في الخوضر أنا هنا ضفت عليها حبا ديال الجازر محكوك على هات الشكل كبيرة شوية كذلك ضفت فلافل صفراء وحمراء هكا مقطعين مربعات وغادي نضيف كذلك القرعاء وللقوغجة حبا وحدة كذلك كبيرة محكوكة وغادي نحرك هاد العناصر هادو كما لاحظو معايا مزيان باش يتشحروا لنا كذلك مع البصلا نضيف هاد العناصر هادو كما كتلاحظو كنخليهم حتى كي يتبالوا كذلك بالدور ديالهم وكنضيف هنا معلقة تقريبا ديال الزعتر اه كان عارفو انا سعتر سخون ومفيد في هاد الجون بارد فنضيف كذلك معلقة اللي كان حكومة بنيتي وكان حركو معهم بحال هات الشكل بالنسبة للتوابل اللي غاستعمل هنا عندي شوية الكوركم شوية البزار شوية توابل البيتزا عندي معلقة ديال تحميرة وعندي شوية ديال زنجبيل يعني ها كان دير كل شي منه شوية 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 عادي وقريبا وحد رسم معلقة من كل شي والتحميرة كندير معلقة كنضيف كذلك كذلك معلقة كبار ديالمعدنوس مقطع طبيعة الحال مغسوله من الشف وكان نقطعه يعني وكان نشحر هاد الشي مزيان مزيان في اخر مرة الحالة ديال تشحر فكان نضيف معلقة صغيرة مع عمراش بزاف ديال ما طيشات الحك او لا طماطم المصبرة وشوية القليل فقط ديال الهريسة او للحار يبقى على حسب الرغبة اللي ما كيبغيش الحار ما يعملوش هنا بالنسبة لتواب البيزا اللي عملنا في هذا الخالد فراهيني كيكون فيهم الاعشاب المنسيمة كيجوا لدادين بزاف صاف هنا بعد ما كان شحر كل شي فكان نضيف واحد المكونات صراحة اللي كيعطوا هاد الحشوة كيعطوا هاد تعليكة وكيجيبنينا اولا كنضيف كي ماشتوا معايا الفروماج فكان نضيفو جوج حتى ثلاثة الحبات تيال الفروماج كيبقى على الحساب الرغبة انا هنا عملت غير جوج وغادي نحركوهم وهما بقى الحشوة على عفية هنا مهيلة باش يدوبوا ليفات سخونية وغادي نضيف كذلك معلقة وحدة كبيرة ديال طون اولا ديال طونا اللي بالزيت فكان نصفوها من الزيت يعني غير معلقة فقط يعني ماشي بزاف ولي ما بغاش يعملها ما يعملها شغرية باش كتعطينا البنة وما كتباش يعني كتعطيه بنها كخفيفة كان نحرك مزيال الحشوة ديالي وخاصها تكون ناش في يعني ما يبقاش في هلمة وكان خليها على جنب تبرد على من وجده العجين بالنسبة للعجينة خديت هنا جوز لايف ديال القمح الكامل مع زلافة ونص ديال الفورس اولاد الدقيق الابيض يعني جوج عبار مع عبار ونص ديال الطحين الابيض كان نحرك مزيال هاد الحصة ديالنا على هاتشكل هادا انا هنا يعني كان عمله هوم باللقام حصراحة كيجيوا بنان بزف اللي بغي يعملهم لبغير مغير تتحين الابيض يعملهم ماشي مشكل كان ضيفوا الملح كما لاحظو معايا كيبقى الحسب الدوق وكان ضيف معلقة يعني صغيرة ما عمراش بزاف ديال السكر باش يتحمروا لينا غيل قليل فقط ديال السكر وكان ضيف زوج معلقة صغير ديال الخميرات الخبز او الخميرة الفورية نضيف الماء دافي نضيف الخامير مع الطحنة نضيف مع القادة اليوغورت طبيعي بدون السكر نضيف زوج معالق كبار زيت نباتي و نحرك الخالد نضيف مع القادة اليوغورت طبيعي نضيف مع القادة اليوغورت طبيعي نضيف الماء و السر العجين هو أنه يجب أن يكون عجلي و خفيف يجب أن يتلصق يجب . نضيف الماء تحاجب نضيف الماء و من فضي الماء نضيف الماء و نضيف الماء و نضيف الماء كمية غير قليلة نقوم بغير قليلة نضيفها نغطيها و نجعلها حتى يضعف الحجم بعد أن يضعف الحجم من العجينة نضع زيت المبينتي نقوم بغض الهواء نقطع قطع كريات نضغط طريقة طريقة بسيطة نضغط طريقة طريقة بسيطة فلنضغط طريقة الطريقة نضغط طريقة الطريقة ونضغط طريقة طريقة ورقها بيدي ونجد العجينة في العجينة كما لاحظتم معايا حتى الحشو لا تخرج لنا نجيب الحشو ونضع فوق منها ونجمع الجوانب وهم اللي تحاولوا ترققوا لان اخليتهم غلادي فاش نريد ان نقرسوا كي يبقى فاقا كبينين غلادي نسوديهم مزيان مزيان ونعمل شوية ديال التحين ونصوبها ونعطينا الكرة لمقادة نحن نعود أن نجدهم يخمروا نضعهم مزيان ونصوبهم ونصوبهم في المقلاة كي تسخن نورقها نجد الواسط نورقها قليلا ونجدها كبير نقوم بفوق منه الحشوه ونجمع الجوانب ونجمع من بعض الكميام نحاول ان نسوديها ونجد عجينة كثيرة ونجمعها 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 تجمع مباشرة و تجمع الجواني بحلعة الشكل تجمع الجواني بحلعة الشكل تجمع مجموعة مفهوم حفو سافي و هانتوما جميع دي المطلوع و هاد المخمر حمقني و لا كون شي مجموع سافينا كان نكمل يعني كان استمر هانتوما كان ناخدوك الكوريات و كان نضغط عليهم بيتيام الجواني بالواسط كان نخليه عالي كان نحط الحشوة و كان بداء هانتوما كان نجمع بحل شي كموسة و يجمع و أديكا تجمع و يجيب العجين و هانتوما يعني عجين تسود مزيان فهنا كان نجيب شوية الطحن كذلك و نحاول ننكورها هكا و سافي هنا مباشرة و هانتوما شوف كتجي رائع بزف مباشرة بداء اول كورة دائما لعملنا كان نجيب شوية الطحن و كان ننقرسها هكا غيشوية ما تحاولوش توركو عليها بزف أنا انا اخاكي برين لكم انا صغار هما هادوك فلديهم و حتى النجاح ، يقدم الى المقلم قد الأمر سيقوم بالنسبة لفين تعود المقلم و نضيف الى الأمل و نضيف المقلم و نضيف المقلم و نضيف الهواء و نضيف الهواء و نضيف التقصير حتى يتم تحمر و نضيفه وتكمل من خفاف الزيتون كما تلاحظون معي كان بقى هكا مستمر معاهم غير شوية شوية هكا وانا كان نحمر فيهم كما قلت لكم كان نجيب القليل من زيت الزيتون وكان ندهنهم دهنالية خفيفة باش كصراحة يجيوا بنان بهذا الزيت لما بغاش تدهنهم مشي مشكل كتخليهم وما أصلا كان نقدمهم مع زيت الزيتون وشي بريد قاتين مشحر فكيجوا ياسهلا فكما لاحظون معي كان نزول هادو كلي طابوا وكان نجيب عود ثاني خبيزات واحد اخرين كان نعود نطيبهم بنفس الطريقة من بعد ما كيطيبو كيجوا صراحة على هات الشكل هنا رابقين سخانين شوفوا كيجوا فنين من فوقين الداديين مش حاجة اللي هكا تدفيف هذا البرد هذا فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم لوليدتكم والعائلة ديالكم وحتى لكم لماذا انتمو ما دقهم صراحة كيجي غزال بزاف حشوة ديالهم راه هكي ماشتوا معي بسيطة فغل خوضر يعني ماشي شي حاجة اللي كتيرة ونفتح معكم وحيدة باش تشوفوا كيفاش كيجوا خاوين انتمو ذيك الحشوة كجي فيهم كتيرة وبنين بلا قياس فما بقى لي هنا نقول لكم شكرا على حسن المتابعة ما تنسوناش دائما بتشجاعتكم ارائكم وكذلك تعليقكم والبارتاج إلى فيديو مع الاصدقاء والعائلة باجتعم الفائدة وإلى وصفة مقبلة مئد الله كانت معكم أم شمس وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب